أجواء أديس أبابا المعتدلة ربما تسهم في إطفاء حرارة الملفات التي يبحثها وفداء السودان وجنوب السودان والملف الأكثر سخونة الذي فرض نفسه بقوة على هذه المفاوضات هو ملف الترتيبات الأمنية العالقة بينهما فالحدود والاعتداءات المتبادلة فضلا عن المناطق المتنازع عليها وملفات أخرى متصلة بالأمن كلها تشكل بنظر المراقبين عقبة أمام البلدين والوساطة الإفريقية معهما آخر المستجدات أن الوفدين توصلا إلى اتفاق حول خارطة طريق لتسوية القضايا العالقة بعد محادثات مغلقة ناقشا خلالها مسودة تقدمت بها الوساطة الإفريقية ويواصل عسكريون من الجانبين اجتماعات مكثفة وسط تسريبات عن حزمة حلول ومقترحات يجري تدارسها في حين سيجتمع وزراء دفاع وداخلية البلدين ومديراجها زي الأمن والمخابرات الاثنين المقبل في أديس أبابا لدفع المحادثات الأمنية قدما واتخاذ قرارات نهائية ومن ثم ربما التوقيع على اتفاق أمني بين البلدين يزيح هاجس التوتر وإمكانية الانزلاق مجددا إلى الاقتتال خالد عويس العربية